يا اسامة ده انا هكمل على كلام انت قلته الحلقة اللي فاتت لما اتكلمت في شطارة الزمالكوية في الاستوديوات التحليلية انا امتبع الاستوديو من اوله لما جينا نتكلم في التحكيم كابتن هيسن فاروق خد سكة واضحة ان الحكم كويس يوسف شيبو بدأ يتكلم لا الحكم عنده واحد اتنين تلاتة دخل معاه في جدال عنيف جدا الى ان وصل لنتيجة عظيمة جدا خلى يوسف شيبو يقول اه الحكم كان وحش وسائف المباراة على الفريق مع ان البداية كانت مختلفة تماما البداية يوسف شيبو اصلا قالك ده تحكيم التمانينات في افرق صحيح قال قبل ظهور الكاميرات انت متخيل واحد واخد سكة ازاي بعد كده قال لا كانت قارات وحشة على الفريق هو بيعمل حاجة وبيعمل مجهود لفريقه والناس بيقيم هل الكلام موضوعي ولا لا لان اللي بيكون موجود في الاستوديو التحليلي مش بيقول حاجة نابعة للانتماء بقدر ما هو بيقول صورة اسمه استوديو تحليلي يعني بتحل الموقف ولكن مزيد من الاراء اللي طالت النادي الاعلي نتيجة واقعة هو مليش علاقة فيها في مباراة الزمالك والرجاء مهم جدا نرد فيها نطلع ونشوف الفيديو للصحفي محمد ابو السه ونرجعنا على الهزيمة اللي تعرضت لها الرجاء هي هزيمة مدبرة الحكم بطل الحكم الدبح الرجاء في هذه المقابلة لان السيطرة كانت ديال الاشقاء في مصر واشقاء في تونس الناس اللي كانوا تحكموه في الكاف كانوا تحكموه كيدلوا اللي يبغوا ناس ديال الفساد وهو ما يعترفون فاروق جعفر المصري اللاعب الدولي والالطار وطني جال الكراكل لا كان نجيه وكان جلسوا مع الحكم كان يقول لنا واش بغيت نخرج لكم لعاب ولا نعطاكم بيلانتير تعميم غير مقبول اطلاقا يعني الرجل تحدث في حق نادي الزمالك وفي حق النادي الاهلي وفي حق الكرة المصرية بشكل عام طبعا فيما يخص نادي الزمالك له اعلامه ويرد كما يشاء ده امر لا يعنينا اطلاقا ولكن النادي الاهلي اللي خد بطولاته كل بطولة بتعب ومجهود وبانجاز هو خاص بالنادي الاهلي وخاص بفعلا سمات النادي الاهلي في البطولاته اللي حققها وظلم تحكيمي ضيع مننا عدد من البطولات لما نستعرضها فعلا هنكون بالرد رد عملي فلن نقبل هذا التعميم وهو زي ما اتكلمنا فيما يخص الوداد فيما يخص بقى نادينا ده مرفوض اطلاقا بطولات النادي الاهلي جابها بمجهوده وجابها فعلا بعرق لاعب يا عسين بص هو بعض الحاجات اللي بنوع فيها احنا بندفع تمانها بصفاتنا كلنا اندية مصرية فيبدأ زي ما انت بتقول تعميم طبعا احنا دورنا كنادي الاهلي لا نوضح النادي الاهلي بيتجامل تحكميا وبتقول سيطرة مصرية تونسية طبعا مع تحفظنا على تصريح الكابتن فاروق جعفر هو مسؤول عنه ومسؤولية مطلقة وده اللي احنا قلنا هيكون له تبعات مش كويسة للقرى المصرية لكن انك تقول ان النادي الاهلي بيتجامل من ضمن الاندية المصرية لا احنا افتقدنا بطلات افريقية باخطاء تحكمية فاجة فيها حكام فيها تشاطبوا نشوف الاخطاء التحكمية اللي حرمت النادي الاهلي من التتويج ببطلات افريقية امام فرقة المصرية هذا هو بارك الله فيكم هذا الهدف نيونغ بانانة 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 في موقع تسلل واضح ورجع من تسلل وسجل الهدف كابتن طارق هدف صحيح هدف صحيح اعتقد هناك كان مسك والحكم اقر في ذهري لكن اعتقد بان المخالفة حصلت داخل منطق الجزاء خليل الشمام يمسك بذراع جده نلحظ قدم اليسرى لجده كانت على الخط وبالتالي الجزء المتبقي من الجسم كان داخل منطق الجزاء وانا اعتقد كان يمكن ان يعطي ركع جزاء دي بس اخطاء تحكمية امام الترجل هدف بنانة من كرة ستة يعني اسهل حاجة تحسبها تسلل للكرات السبتة ومع ذلك هدف كمان كرة في 2018 في بداية دور المجموعات مروان محسن هدف وراء صحيح وبالمناسبة الكابتن ضرق دياب هو اللي كان بيقول الهدف صحيح ده برضو عشان فكرة الموضوعية التونسية اما المطش اللي فيه ضرب الجزاء لجده ده مطش كارثي ده اللي فيه ايد انرامو لما نشوف السورة طب مش محتاج تعليق ان دي خطأ ولا مش خطأ وبالمناسبة لحكم لانبتي بعد كده تم شطبه مدى الحياة لان تم يعني ثبوت ادلة الرشو عليه فلما نقول حكم مرتاشي فاحنا بنقول بحكم القانون اللي حصل وان هو من الفيفا تم شطبه كرة انرامو هدف ضرب الجزاء في جده غير الطرد غير كان كمان يا فارس لنا ركلتين جزاء في الدور الاول اخطاء تحكمية كارثي قادي صورة انرامو مش محتاجة اي تعقيب وكانت في الديها الاولى خرجت النادي الاهلي كله عن شعوره درجة النبركات اللي هو الهادي انتعصب وانفعل وانطرد في المباراة خطرت واحدة من قبشع اللقطات التحكمية في رأيي في تاريخ كورت القدم كله يعني اللقطة اللي قدامنا دي بس عايزة اقول لك حاجة هي مش غريبة وان كانت في رأيي يعني مش غريبة ان الحكمين اللي يتوقفوا بتهمة الفساد واحد منهم يكون في مباراة خاصة بالترجي والنادي الاهلي واحده التاني وبترس متابلة في 1994 في السوبر الافريقي امام الزمال يعني ما بتستغربش من الموضوع ده لا مش ماستغرب لان طبيعه احنا خان فيه اقطاع تحكمية بس احنا اللي بنجامل تحكمية احنا عشان كده بنرد على الاستاذ محمد ابو السهل حنيجي بقى في بطولة 2007 النادي الاهلي بيخسر البطولة امرنا ما حننسى الفضيحة بتاعة العرجون في 2007 النجم السحلي وتتويج كان فيه لقطات واضحة لو عرضنا الصورة وشفناها قدينا زي ما احنا شايفين ركل الجزاء واضحة جدا لم تحتسب ركلتين؟ كابتن احمد متعب ولقطة جزاء تانية احمد شديد احمد شديد اه احمد شديد بس هو متنكر في احمد متعب متنكر في احمد متعب واللقطة التانية ركلت جزاء واضحة ابو تريكا غير كمان الخطأ اللي كانت بتاع بركات غير قبل كده لا خطأ بركات ده نفعش نعديه كده من ركلت جزاء ليك اللي كمان انزار تاني البركات يحرموا من انه يلعب مرة العودة انت كنت واخد 2005 واخدت بطولة 2006 في تونس فكفا كده كان بس هو ده كانت واضحة وصريحة ان النادي الاهلي مش هيتوج بالبطولة دي بس مش دي بس كان مين حكم فارس؟ كان الحكم المغربي العرجون الاستاذ محمد ابو السهل اللي بيقول سيطرة مصرية تونسية حكم مغربي هو اللي اهدى البطولة لفريق تونسي باخطاء تحكمية واضحة هل كمان ما كانش قدام الوداد اخطاء تحكمية اطاحت بالنادي الاهلي من البطولة؟ لا كان فيه في 2011 طبعا في المبارات الوداد اللي انتهت 3-3 هدف واضح جدا من تسلل مش محتاج فيه اي كلام وده كان سبب في اننا نخرج من دوري المجموعات ده امام الوداد ممكن نعرض الصورة برضو عشان تكون واضحة لحضراتكم ادي اعتقد الصورة واضحة جدا مش محتاج انت شايف حامل الرغاية فرس انت متخيل التمركز ومتخيل القرار يعني ما فيش اي مبرر غير ان ده قرار مسبق ان الكرة دي مش هتتحسب بس الوداد ما كانتش دي اخر لا طبعا ده الوداد رايح جاي زي الاسمالية رايح جاي كده فهنروح لصورة الوداد في 2016 برضو فكرة التسللات يعني ايه المنطق في دي الكرة سابقة اصلا مؤمن زكريا لقطة غريبة جدا كانت في دور المجموعات واحنا خرجنا من دور الـ 16 برضو اخطاء تحكمية متواصلة معنا عسامة ما كانتش هي اخر لقطة لا احنا في كانو بيلرز يعني فريق في دور الـ 16 2009 متعدل هناك سفر و سفر وجيت هنا ده اتحسب ده بقى اه يعني ده غير طبيعي ده يعني حاجة كده صعبة جدا بيفكرنا يعني بيفكرنا بهداف كتير اتحسبت هنا في الدور المصري مش هايزين اه مش هايزين نذكرها يعني لكن الوداد يا فارس وفي 2017 وطبعا خطأ تحكيمي فادح وفي الموراة الكبيرة دي الخطأ بيبقى مؤثر الكل شافه غير كابتن جمال الشريف في الواقعة الشهيرة دي بس يا أسامة الفكرة احنا ايه متى استعرضنا لما بقى فيه تصريح من ناقد مغربي مغربي وفيما يخص انك ما ينفعش كنادي اهلي تسكت على حقك في تصريح زي ده ابدا مستحيل تعدي خصوصا ان الاخوة في المغرب ممكن ياخدوا الصورة زي نيه عند اللقطة دي ولكن احنا جينا ردنا هل يا أسامة بكم البطولات اللي عرضنا دي لو احنا جمهور يهوى المؤامرة كما يفعل البعض ما كناش عيشنا في مظلومية ان احنا بالشكل ده تخيل كل ضد ظلامت فيه لا النادي الاهلي بيكمل ما بيقفش عند حاجة فقط بنيجي نسترشد بها ونرد لان ده حق النادي الاهلي مش عشان احنا بنعيش في مؤامرة ازمة انرامو الشهيرة دي كانت في 2009 في 2012 خدنا البطولة من الترجي في تونس عندنا ازمة 2017 والحكم اللي يا رب ما يجي لنا خالص بملكت سيميا الاثيوبي اللي كان حكم برات الاهلي والوداد في 2017 احنا رحنا المغرب في الدورنس في النهائي كسبنا التنصف وان شاء الله ربنا يكمل على خير ونحسم الصعود وهو ده الفريق اللي ما بيقفش عند اخطاء تحكمية ابن حذر ولكن النادي الاهلي والعيب النادي الاهلي لازم يركزوا ان المستوهم الفني لو هم وصلوا لمستوهم الفني المعروف يقدروا يحيدوا اي حكم مهما كانت نوايا دي طبعا كانت في الفار النهاردة